قرية تونس بمحافظة الفيوم حيث يلتقي الفن بالطبيعة السحرة فتخرج هذه القطع الخزفية المبهرة من صناعة أيدي تتلمذت في مدرسة فخار قرية تونس التي أنشأت منذ ثلاثين عاماً على يد الفنانة السويسرية إيفلين بيوري وهذه صباح مصطفى ضمن آخر الأجيال التي تتلمذت على يدها أنا جيت المدرسة هنا وأنا سيني صغير جداً طبعاً جيت مع صحابي بحس أننا يعني أننا كنا رحين أصلاً المدرسة اللي بنتعلم فيها فكنا رحين حس الدرسة عادي وبعد كده شفت إزاي بيعملوا فخار في المدرسة طبعاً المدرسة كانت بتاخد في الفترة دي كانت بتبقى فترات صيف وكده كنت أنت بتشوفي مجموعة من الأطفال بيعملوا فخار وكده إيه ده ده حاجة حلوة قوي بيمسكوا بتينة تينة عادية جداً أو تينة بتاع الفخار هي تينة بتبقى تينة تبدأي تشكلي منها حاجة في الآخر بتطلع لك نياتك حلوة جداً إلى جانب المدرسة تنتشر 21 ورشة لصناعة الخزف إبراهيم سمير الذي عشق الفخار على مدى 24 عاماً قرر أن يعرض منتجاته التي تتميز بجودتها في ذلك المعرض الذي يأتي زبائن إليه من مصر والأجانب والله كانت هواية بالنسبة للخزف بالنسبة لي كان هواية كان عندي وقت فراغ كنت بدرس أنا أصلاً بكروا السعفة نادا وشوية شغل الخزف فيه أجانب وفيه سياحة فالاتنين اليوم علاقة شوية ببعض وبعدين معد ما تخرجت فكنت تعلمت كويس جداً طب أشتغل فين أشتغل في الغرداء أشتغل في شرم طب أنا بحب بلد دي والحمد لله أني بعد سبع سنين شغل كنت بكسب كويس قلت طب أنا لي روح الغرداء طب أنا أكمل يعني أنا كنت برضو حابب بمجال السياحة والفنان أنا أشتغل في الدراسة بتاعتي كنت بدرس عشان المهمة الدراسة كتعليم وكمان عشان أشتغل في مجال السياحة والفنان فلقيت الاتنين مرتبطين بعض والفقار أو الخزف بيأخذ كل حاجة في إينا سواء حلوة سواء وحشة بتطلع قطع فنية لذيذة وتتميز قرية تونس بطبيعة ساحرة من الأشجار والنخيل حيث تطلع على بحيرة قارونة وتتميز البيوت فيها بطبع القبابة قرية قبل إيفلين متاجي كانت قرية فلاحين زراعيين عادية خالص يعني ولكن بعد ما جات هي وبدأت تفكر في أن هي تعمل المدرسة وتحتضن الأولاد اللي كانوا بيشتغلوا دول بدأ الزائر ياجي ما يلاقيش مكان على شيء يكل فيه واحد فكر يعمل مطعم واحد جاي بأسرته وبدأ يفكر يبات هنا ما يأخذش ما تبقاش رحلة اليوم الواحد بدأ واحد يفكر يعمل مبيت فبدأت العملية تصدهر خطوة بخطوة بخطوة لما بقت الوضع اللي هو موجود عليها حالياً دلوقتي بقت فيها المطاعم فيها الورش بدأ نستعمل مشاريع تاني واحد يعمل مشروع الخيل واحد يعمل مشروع مركب في بحارة قرون الأكثر حاجة بتتميز قرية تونس حالياً دلوقتي الخزف والصيني لإني بدأت الورش تكتر والناس خارجين المدارس خارجين كليات وخارجتين المعاهد بدأت الورش تكتر أنا بقت عندي دلوقتي في البلد أكثر من 21 ورش تبعد القرية حوالي 70 كم عن مدينة الفيوم وتتبع مركز يوسف الصديق إحدى مركز المحافظة قرية تونس حيث تلتقي الطبيعة الساحرة بالفن وتتحول هذه القرية من قرية زراعية إلى قلعة للخزف تصل مخرجتها إلى دول العالم شيرين مكدي أكستر نيوز